التضخم الحاصل في العملة والاقتصاد المحلي دفع معظم الأسر اليمنية إلى تقليص وجباتها مما يجعلها أقرب إلى الجوع وسوء التغذية هذا ما خلصت إليه دراسة استقصائية أجراها المجلس النرويجي للاجئين في جنوب الوطن استمر الغلع الأسعار يعني المستقبل أشوفه للجميع أنهم مستقبل منهار مستقبل منهار يعني إذا كان الآن حالياً أقدر أمكنه فرغة اليوم لأطفالي ممكن أقدر أدب رعشها لكن إذا أشوفوا أن المستقبل أني بينهار مرة واحدة ما أقدرش ما بلاقش أحد حتى بنمو دقوع يعني عيالي والكل ممكن أن بنمو دقوع صراحة بنروح ضحية المجلس النرويجي وجد أن أسرة واحدة تقريباً من بين كل أسرتين من الأسر الأكثر ضعفاً قد خفضت مؤخراً عدد الوجبات اليومية لأنها لم تعد قادرة على تحمل تكاليفها وإلى جانب تقليل الوجبات قال تسعة وتسعون في المئة من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم إنهم لم يعودوا قادرين على شراء اللحوم بمختلف أنواعها أو الفاكهة أو الحليب أو الأرز بسبب ارتفاع التكاليف المشاركون في استطلاع المجلس النرويجي لللاجئين أكدوا أن تكاليف النقل تضاعفت في العام الجاري وتوقف أكثر من ستين في المئة عن شراء غاز الطهي ولجأوا إلى الحطب كما أن تكلفة كيس الدقيق في ازدياد مستمر حيث وصل سعره إلى خمسين ألف ريال ما يجعله حلوماً صعب المنال الدراسة التي خلص إليها المجلس النرويجي هي تأكيد على ما جاء في تقارير منظمات الأمم المتحدة الإغاثية التي أشارت إلى أن ثلثي السكان في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي ونصفهم لا يعرفون من أين سيحصلون على الوجبة المقبلة وبحاجة ماسة إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية كما دخل 17 مليون مواطن حالة فقر مدقع ما أدى إلى ضعف القدرة الشرائية لديهم في مقابل ارتفاع الأسعار بشكل جنوني جراء انهيار العملة المحلية التي تخطت الألف وسبعمائة ريال مقابل الدولار الواحد وذلك بالمجمل جعل ملايين اليمنيين على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة